مرحبا بكم في محاضرة بعنوان الفعل وعلاماته أولا نتحدث عن تعريف الفعل هو ما دل على حدث يعني شيء وقع أو يقع أو سيقع في زمن معين ماضي مثل فهمة وقد يكون مضارع أي دالا على الحال أو الاستقبال مثل يفهم أو سوف يقع ويحدث بعد زمن التكلم وهو الأمر مثل افهم ما هي العلامات التي تميز الفعل عن الحرف وعن الإسم أربع علامات علامات الفعل أربعة أن يقبل تاء الفاعل أن يقبل أو يقبل تاء التأنيث الساكنة أو يقبل ياء المخاطبة أو يقبل نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة ندخل في تفصيلات علامات الفعل أولا قبوله تاء الفاعل تاء الفاعل هي تاء متحركة تلحق آخر الفعل الماضي فقط فعل الماضي تاء الفاعل تلحق آخر الفعل الماضي ودائما تعرب فاعلا في الغالب مثل أديت الصلاة للمتكلم تكون مبنية على الضم وللمخاطب المذكر تقول أديت الصلاة مبنية على الفتح وللمخاطب المؤنثة تكون مبنية على الكسر تقول أديت الصلاة يا فاطمة ولجمع الذكور تقول أديتم الصلاة يا طلاب بزيادة ميم الجمع بعد تاء المخاطب وللمخاطبات المؤنثات تقول أديتن الصلاة يا طالبات بزيادة نون النسوة بعد تاء الخطاب أو تاء الفاعل هي نفسها للمثنى تقول أديتما الصلاة للمخاطبين مذكر أو مؤنث للمثنى المذكر أو المؤنث العلامة الثانية للفعل أن يقبل تاء التأنيث الساكنة وهي التاء التي تلحق آخر الفعل الماضي هي لا تعرب فاعل ولكن تدل على أن الفاعل بعدها مؤنث مثل كتبت هندو هذه التاء الساكنة علامة التأنيث فقط لتدل على أن ما بعدها مؤنث وهي خاصة بالفعل الماضي علامة من علامات الفعل وتدخل على الفعل الماضي وتقول ذهبت هندو وراحت سلمة ويقال لها الساكنة التاء التأنيث الساكنة للتمييز بينها وبين تاء التأنيث المتحركة التي تلحق الأسماء مثل مسلمة قلنا أنها متحركة لأنها تقبل يجوز أن تقول مسلمة على حسب موقعها العرابي أو مسلمة أو مسلمة وكذلك معلمة 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 وكذلك ممرضة وللتفريق أيضا بينها وبين التاء الخاصة بالحروف التي تلحق حروف مثل لا تا وثمت فهذه ليست خاصة بالأفعال هي خاصة ببعض الحروف العلامة التاء الثالثة العلامة الثالثة لمن علامات الفعل أن يقبل يا المخاطبة وهي التي تلحق فعل الأمر والفعل المضارعي في مثل قولك للمخاطبة المؤنثة من اسمها خاصة بالمخاطبة المؤنثة تقول أكتبي اشرب ذاكري تكتبين تشربين تأكلين هذه الياء خاصة بالفعل من علامات الفعل لا تلحق الأسماء ولا تلحق الحروف وهي خاصة بفعل الأمر والفعل المضارع العلامة الرابعة والأخيرة من علامات الفعل أن يقبل نون التوكيد وهذه النون تلحق آخر الفعل للدلالة على تأكيد الكلام للدلالة على تأكيد الكلام وهي إما خفيفة أو ثقيلة الخفيفة التي تكون ساكنة والثقيلة المشددة التي عليها شدة واجتمعت في قول الله تعالى على لسان مرأة العزيز وهي تتحدث عن يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرْهُ لَيُسْجَنَنَّا وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ فالنون في يوسجنن نون شديدة والنون هذا التي كتبت بعد في الفعل مثل التنوين خفيفة وهي من علامات الأفعال بذلك نكون انتهينا من علامات الأفعال نلتقي بكم في محاضرة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر